في مخاوف في قلق التوتر نفسي هو الحوت يعني يكاد يكون شساية حكاتي بتأثر فيه اي حاجة بتأثر فيه بتأثر على نوم واول حاجة اضطرابات في النوم نوم قصع يصحى مخدوط ده قلق نفسي واضح بس يعني ايه البنيا حضوص انهيار البرج قائم في حياتك عايش معاك بقى او فترة ممكن يكون تكتير ممكن يكون رأي ممكن يكون علاقة ممكن يكون اي اسلوب حياة بس ده كان خاطئ وبيأذيك يحوط خلوص حينهار ويحل محله نور بقى الضلمة دي تفك بقى وتروح يحل محلها نور الجرج ده لما حينهار هيحصل عندك عملية توازن هتستعيد التوازن بتاعك مرة تانية يحوط واضح انه ماكيششت زين الفترة دي فعلا التقلبات الموت قوية يعني هو اصلا اللي حوط موت متقلب زي زي الابراج المائية التانية متقلبين المزاج جدا بس بقى يعني كمان التقلب حاد في حدية في التقلب الدنيا هتبتزي هتلاقي ان البوت بقى غشي على وثيرة ان شاء الله مستقرة احسن من الفترة اللي فتت دي بداية الشهر ده الظروف مش مساعدك قوي يحول نفسك تعمل حاجات توقف في حاجة موقفك الموقفك ده انا مش عايفة تقول ده خوفك لان انت عاديت مرحلة الحظر انت مرحلة خوف خايف تاخد خطوة ايه الموضوع خايف مش عايف الطريق قدامك او الان من حاجة القلق ده من منعكس هنا في النوم برضو خايف من شيء ومش قادر تتحرك ومتكتف ايه الحالة دي بقى انت ادرب بقى وضاعك وحنشوف يمكن الموضوع يلقب حالة عطسية لما نقرأ حالة عطسية يمكن ده يكون تأثير حالة عطسية كده اللي عمل لك القلق ده بس في خير جاي لك يحوط انت طبعا الحوط معروف بتخطو انه هو طيب الحوط طيب ويعني عملك خير بحد اذن الله خير ده يرجع لك او حاجة اللي اشتغلت عليها مدة طويلة وعملت فيها مبروض كبير بس مطلش ناتيجة ما جالكش المرضود بإذن الله حيجي دلوقتي الناس اللي عندها اورقة او قضايا او قضايا مستنيين حقنة فيها مستنيين بدي فيها اه افكر دي حتكون برضو سبب من أسباب الخير اللي جاي لك واللي بيأكد ده النسبة اللي عندها ورث ومتعلق الحجان من المربوعة القول عندهم ورث ومتعلق الفكر ده ورث الفلوس اللي هي لك من شخص كبير ده ده ورث وقضايا متعلقة ووقفة ان شاء الله الخير جاي فيه خير جاي زي ما قلت فيه فلوس من شخص كبير بإذن الله اللي حالة الورث والقضاء او القضايا ما تنطبقش عليهم فيحود انت تقريبا اثقت الظلم يعني اثقت الظلم بحد او اثقت الحكم على حد ما تتفرعش في احكامك يحود انت بتلقائي جدا بتلقائي وبتعخوي قوي فبتعدي ممكن تعدي منك حاجات سحب وغسطة عنك لو انت ظلمت حد بليد رجع نفسك تاني وانت يعني اكيد هتكرر في غلطك او على الاقل تتحور تصلى في كرت العدل زي ما قلنا اما فيه ورق حكمي متعلق او انت ثقت الحكم على حد او على شئ س improved انت حكيم يا حوت وفرت برقتي لحكمة حكيم عارف بتقي تفكر لوحدك وتشتغل لوحدك ويعني اخر انتجام عقلك اللي انضم نوره بصوه مو نوره وفي افكار مزيدك وانت يعني محوطها لوحدك عايز تكون لوحدك وتفكر لوحدك وتشتغل لوحدك الناس اللي لسه ما تجاوزوش بس العلاقة قائمة نفيش علاقات جديدة في الحوت المجموعة دي نفيش علاقات جديدة العلاقاتهم قائمة في حالة ارتباط او خطوبة او شيء في اثنان زواج الناس المتزوجين الله اعلم بيمروا بظلوف صعبة شوية اتمنى اكونوا غلطانة بس من الواضح ان هما ينوروا بظلوف صعبة شوية طيب بس حالة التفكير اللي انت فيها الواحدة يا جديدة طعب كده تفترح حانتوا عايزنا احنا بقى ايه بان احنا عايشين في البابل برعاتنا يعني يعني يسود بيبقى عامل كده النفسه بلونا وقاعد جواه وبيحلم موضوع الدي دريمينج او الاحلام اليقظ عنه عالية جدا بيحلم يحلم ويفكر بس الحلم ده هيتحول لهدف هيبقى عندك حالة اصرار ومثابرة انك توصل للحاجة اللي انت فكرت فيها دي طبعا الحوت تبرياء وعالي جدا يا زب يوصفك قد ايه انت شخص يعني عندك تبرياء وعايزة نفسه وكمان شخص يعتمد عليه الحوت في المسئولية جبار جبار ليشيل مسئولية ويمكن كمان ليشيل اكتر مما ممكن يتحمد بس احنا قلنا الموضوع ده تتغير السناء دي الحوت استنطح وبقى بيشوف نفسه واللي لسه ما حصلوش تغيير ده ياريت يبتدي يمكن ده يكون سغير اللي انت محكاينه يحوت حالة التضحية والعطاء اللي بلا مقابل وبلا تحكير وحاجة مش منطقية كده لا ياريت البرج ده يا نهار ونبتدي يبقى الموضوع فيها عطانية نبتدي كل حاجة مكيش مشكلة بس لازم لما نبتدي لازم يكون في مقابل لازم لما نبقاش جينة على نفسنا فهمتوا قصدي ما نكونش على نفسكو بالطريقة دي حبوا نفسكو شويه مثلا ما دينيش أنانية ده حب ازاي لازم تحبوا ذاتكم شويه الحالة المالية ما فيش فيها تطور مش هيكلة فيها تطور للمرحلة دي مفيش صفر محالة كثيرت إنما في أفكار شغالة هتحول لاهداف هتشدوا حالكم والناس اللي تخني على الزواج بإذن اللي حيتم مظهور مخدمة حسن القلق والخوف دي يحوط يعني كيف حاول تعزيها بسرعة وتشاط بدلها هدف احلم بهدفك ان شاء الله هتوصله حالة توازن ان شاء الله دخل عليها يحوط وحالة موج البحر اللي انت تيه ده شوية فرحان شوية زعلان شوية متساق شوية متشائم خلاص الدنيا هتبقى فيها بعلم هيبقى فيه شوية توازن في الحالة المزجية بتاعتك دي قراءة المجموعة الاولى اللي عنا طيب هنشوف الحالة العطفية للمجموعة الاولى ورجلها طيب مش هزاكوا تخافوا القراءة باولها كده مش مريح بس هقولكوا حاجة حالي وفي الاخر الحالة حود مش حاسم فاش ليكم خالص مش مهتمة دي خالص المجموعة الاولى ايه نشوف مشاعر جديدة عايز اهتمام بقى عايز اهتمام بقى و ايه كاز يكون عايز اهتمام من اي حد بقى طاقة خلصانة بخ باي باي فيش طاقة أخرى شايف شريكو ازاي الحوت شايف شريكو ازاي queen of one شايفو قائط 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 شايفو مبدأ وشايفو يعني خياله وحاله وتفكيره كويس بيحب طريق تفكيره الحوت بيحب طريق تفكير شريكو وشايفو ما هو قائط كويس ومفكر كويس طيب ايه ده اخلو بقى بالقلاقة؟ ايه ده اخلو برومانسيات بقى؟ الشريك مش عاين بيديك مشاعر يا حوت هو ما يفق على مشاعر ليه؟ ممكن يكون ده بسبب خبرة قديمة خلته حولته لهذا الشخص انه هو ما بيحبش يدي لانه متقرس ابي كده ممكن يكون هو طبقه كده ما بيحبش يدي ماسك ماسك على الحاجة ماسك على مشاعره ماسك على اهتمامه ماسك على كل الحاجات ليه هو ماسك صعب وهو عنده مشاكل كتير شريك عنده مشاكل كتير وعنده فهم كتير وفيه حاجات كتير قوي بتدور ببناه دلوقتي دلوقتي ببناه مشغولة بحاجات كتير قوي قوي فصور يقول لك مش بايقلك ده اللي انا مش هيفاد دلوقتي ومحتاج كمان دلوقتي هو بل محتاج مساعدة لك يعني في المدرجة انت عايز ايه ومحتاجه منه هو مش هيقدر يديولك في فترة حالية ده بقى situation صعب صعب لما يكون الشريك عايز اهتمامه وعايز حب من شريكه وشريكه اصلا فيه اللي انت فيه وعايز دعم شريكه اصلا ف situation صعبة ده تشايفك ازاي؟ شايفك عيدة؟ شايفك احتفال مش احتفال شايفك عيلة شايفك امان شايفك صورة حلوة لبنوصي صورة عملاء ازاي؟ صورة امان صورة عيلة سعيدة يعني انتو لو لسه ما تدعوستوش فهو شايفك العيلة بتاعتو البيت بتاعه لو انتو متزوجين ف المازال الشاي في الصورة دي ان انت البيت وانت العيل التوقف بينكم فيه تقاريرات سريعة بتحفال كل فراحة بديدة كل فراحة بديدة خير بقى مش خير هو في الاخر شكله خير بس الاحداث سريعة التواطر بس انتو بش عدا كلمة دي صحرة دا لأ تواطر الاحداث عندكم سريع الرتم سريع بس هو خير في النهاية خير ايا كان ان شاء الله خير اني احنا طبعا عارفين مين اللي سيعلان هنا الحوت بيعلان طبعا من غمس ايباته خلاص انتو مش عاديدينيه تمام انتو بيجد الحوت ده يتبقى وقع ايباته ويدخل في حالة مش عايز اقول اكتئاب لأ دعم يعني اه دعم محبط شويس حزن ألم متقلم بقى عمال بقى كل يوم بيعدي شايف شريكه ما بيتمش او ما بيصلحش او ما بيحاولش ان هو يعالج اللي بيحصل حزنه بيزيد لكن وبإذن الله يا رب اكون صح شهر كمان وهتتفقوا على حاجة خلاص هتتطلحوا هتقربوا يمكن تكون الاحداث الوقت تبتدي تهدى الرجم السريع ده يهدى تبتدي مشاكل هو بتاع تتقل تبتدي حالة تتعطش انت للعواطف دي تبتدي تنزل عندك او هو يبتدي يلبي شوية يتبه شوية فانت تهدى فهتبتدوا ايه تقربوا برسوا هتقربوا ان شاء الله هتقربوا حالة اللي انتو فيها دي ان شاء الله هتعدي زي ما قلت الحوت بيعدي باهله او بالناجل مسؤولة منه من مرحلة ضيق او مرحلة خوف وقلق او مشاكل لبر الامان اهلا يا راشد منور حبيبي ازايك اهلك بيعتمدوا عليك يحوت لو هم صغيرين زي ما قلنا اصفال صغيرين انت الامان انت اللي مش علقين فيك انت اللي بتعدي بيهم انت المركب اللي بتعدي بيهم انت قائد المركب اه وبتعدي زي ما قلت لك يحوت من احنا ورايح على بدوق المية بقى هتستقر وهتبقى يعني مفيش موق مفيش عواصف الدنيا هتبقى رايق او هتبقى ، العذادي بنفيد الحالة المادية با اذن الله يا رب س Drogo t отпotwor جدا يحوت الحالة المادية به نصوير التطور اه 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 في 46 heaven افراج و locking him up مش حامل هم مش حامل هم kunne مش حامل هم و الحمد الله aoud الام ربنا يزيد بس برضو و انا انت قيل معايك و لازم برضو كل ما يجن حاجة لازم نصلى حاجة لله عشان ربنا يبالك اكتر لو انت داخل بيزنس دلوقتي يحوط تبتدي شغل جديد جوء هاج الوقت ده كويس جدا ان شاء الله تتطوروا لماذي عنده كويس قوي 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 برضو يحوط ما تتغرر اي نجاح او اي حاجة ربنا يبعت مالك ارجوك نفساش ان يحصل جواب وكمان ده يوسف الحوط انه هو شخص صحيح وكرمي وقفة بقى وندلع نفسنا الحوط زي ما قلنا الحوط ده ينسى نفسه خالط في المواضيع دي بدلع كل اللي حواليه ومنغمشهم كده ويجي عند نفسه هو ينسى نفسه خالط اخدلك اجازة ايوا اتخذ اجازة انا سافر مكان مش ازا انت سافر لو الموضوع محتاج وقت وانت معندك شغل وقت ده ان شاء الله حتى تروح تخرج مع صحابك قبدي وقت كويس وكمان فور اسابوا انت بيدل على الاحتفال الاحتفال بيقى ايوه زواج الناس قال لي لسه ما تجوزوش في خطوبة طبعا في علاقة ان شاء الله في زواج عندنا ايه المان تاخل على مرحلة جديدة يأكل تقطك في نفسك عاجب بتطلع للامام يعني مش شايف الارض تحتيك انت بصت فوق بصت فوق وطموحك عالي قوي قوي يعني ان شاء الله خير استخلي بالك يا حوت وانا بقول لك من دلوقتي هو عشان وبقول نفسي معك العقبات كتير عايز دي عقبات كل شوي اللي تطلع من عقبات تبقش في عقبات تانية تطلع من مشكلة تبقش في مشكلة تانية مش شاركة يكون الموضوع اللي علاقة بهدفك ممكن حاجات بتأثر عليك من بره تعتطلق الوصول لهدفك ودي كمان ممكن تكون خماءات ومشاكل لو في اطراف كتير في المشاكل زي ما انا شايفة نحيهم يجبا لو سمحت كل يوضع كده انا عم تحل مشاكل لوحدي لو هي عقبات اثبات مكانة كمل هتوصل للي انت عايزه عندنا كين لأفكار عندنا طبعا بيروس في الحروس ومش محتاج لوصف ده قد ايه هو بيحتمل بشيكو جدا يعني بطريقة متوازنة بيأدور في الحكاية الحب والمشاعر دي بس الحب عنده شيء مهم جدا جدا وقد ايه هو بيحتمل بشريكو وبيدلع شريكو جدا جدا وده كان ض retrouور الى ابرجقات البائية حق عندهم نصف it Sevom الحبيب او الشريكو بالنسبة لهم ما بدلع عن قد من البناية قدروا طبعا الاخ ده 10 افتور حد انت واخد طعامات وإقلام ومشاكل لما اكتفيت لما قلت يا بس خلاص موت للألم انا اجعلت اقول ده انت خلاص تتعودت على الموضوع ولا المشاكل دي هتتحلل وحدها الكل شيء نسببلك ألم ونغف عليك حياتك بالطريقة دي وطبع احنا عمدين الشوت يعني لو الحاجة بتبقى قد كده هو تأثيرها عنده هي بسجامة القلم دي بقى شرط هينتهي موت للألم ان شاء الله اما انه انت هتتعود عليه وحتتتعايش معاه فخلاص مش هيأثر فيه ايه جديد يعني او انه الحاجات دي هتتحل وانت هتفوق فوقه بقى فلاص هتفوق في عندك حالة هروب يحوت بصحرب من حاجة بصحرب من مواجهة الماء لان المواجهة المواجهة هتكون عنفة دي بقى حل مشاكلك بدلوماتية لو شايف ان المواجهة دلوقتي هتسبب المشاكل وحتى تكون فيها توطر استنى لما تكون جساعد في مواجهة من حاجة يحوت يا رب يا رب فعلا اتمنى حاجة كنت بتعاني منها جسبيا او نفسيا بقى لك توطرة هنصحى 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 هنفوق واي ان كان شيء كنت بتعاني منه جسبيا ده ان شاء الله حيضور او حتى نفسيا هتفوق تلينجبونت عندك اللى هو عارفينه الحماس الحماس دي جدا تصرف بيهدع يعني بتتحمس قوي قوي للحاجة وبعد جاء تذهب كيف بتتبقي حاجة جديدة بتبقى مستمتع بها قوي في الاول بس بعد كده تذهب خلص اللي وراك يعني وانا بقول لنفسي معين خلص اللي وراك لما تبتللي حاجة خلصها للقافل فلايش تزاق بالنص والسفر وزي ما قلنا في بورس هنا ده شح بيتكلم ويدنا جنبك جدا وراجبنا جزا وينصحك نصايح مش مفيدة من الزلك خالص ارجوك قول له رايح على جنب كده انا اعرف يضبط امني باي هنلخط القرية الحوت بيعزي من ازمة وتولع ان شاء الله بيهدوق استقرار نفس المعنى هنا مشاكل خطى على النص من كل ناحية من كل ناحية مشاكل من كل حيطة مسئوليات على مشاكل على صدمات حاجات صدمات عم يخصو الماط في معساة في بموت للقلم ده اما انك هتتقود عليه وتتعايش معاه او انه حيتحل هيزود احتفال الناس اللي رسالة متجوزوش من الحوت في زواج ان شاء الله بس طبعا على قطائبه مديش برضو علاقه بجده للحوت داخلينا على مرحلة بجده يا حوت وكلكم تساؤل وكلكم امل ومش بصين على الارض اطلع بقولك بصين فوق في معافاة جسدية ونفسية ان شاء الله اللي كانوا بيعانوا من اي حاجة نفسية او كمان ده اللقاء حكم نهائي هتصدر حكم نهائي بجاح قضرية الناس خلاص والحوت ده لما بيقول حاجة ما بيرجعش فيها الحوت طبعا عطف وحنان واحتمال ده ده بالشريك خلي بالك المرحلة جديدة اللي انت داخل عليها اللي انت متحمس لها ده يا حوت فيها مشاكل كتير ارجوك ما تذهبش انت بتبقى متحمس في الاول اول ما تقابلك مشكلة تشلق كم متر في مواجهة انت بتهرب منها مش عايز تواجهها اما انك انت عامل حاجة غلط وبيتحاول ان انت متوجيش او في حد عامل فيك حالة غلط وانت مأجل او بتهرب من المواجهة دي لان هي هي هتكون مواجهة شريدة هتكون عنيف مواجهة في حال الامور بدبتوا مسايا يا حوت ولو شايفنا الوقت مش مناسب تسنى وقت احسن من ده حالة المادية فيها تطور ما شاء الله اللي عايز يعمل business او اي مشروع بداش business اي حاجة فيها استثمار او اي حاجة فيها حتى لو حاجة صغيرة يعني مشروع صغيرة بوق هاد الوقت بوقتي صغيرة جدا تتطور ماتي عندك يا حوت ما شاء الله ريا برضو الواجد ده تنضع لتاني اقول الجزء تاني لبرج الحوت طيب شاط الظريف صلطنا اوكي اوكي اضع الورق عبير السلاميلي حببتي شكرا شكرا اوكي 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 المرحلة الثانية بوجي حود قرار عطفين الحود عايز ايه؟ الحود عايز انتظار هو حاسس ان هو مهزوم من الشريك حاسس ان هو مش واخد حقه وعايز انتظار محتاج طاقة انتظار عايز توازن اكتر نفسه في توازن في العلاقة شايف ان هو يتكسم مش متتويت شايف اكيد طبعا ان هو بيضي اكتر وشريكو ما بيديوه شايف شريكو ازاي؟ في نفسه قاعد جوه نفسه لا شايفو ولا تمعو ولا يعني او مش عارف حاط مش عارف يوصل اه queen of swords شريكك عايز ايه؟ عايز يكون الامر الناهي ده المسيطر queen of swords عايز يكون مسيطر على كل الشي ما حدش يقوله انت بتعمل ايه؟ اه وعايز كمان ان هو يعني ينضج ينضج اكتر عاطفيا محتاج ينضج عاطفيا اكتر وياخد شوية قرارات صعبة شريكك اللي بيهرب كمان معاك يا حمود هو كمان بيهرب من المواجهة خايف من المواجهة لان المواجهة هتبقى مش حلوة شايفك ازاي؟ شيرك بتشتغل على حاجة جديدة شغل على حاجة جديدة الطاقة فيها حزن وفيها ألم ايوان اه عاطفة الحوت دلوقتي ايه هو وشريكه او ما جوه العاطفة يعني شايفين السحاب ده والمهر احنا جوه العاطفة طيب المرحلة دي انتو يعني كل واحد يترفع خوية زي ما مقضينا هروب انت بتهرب والشريك بيهرب فا ايه؟ مشين الدنيا كده بتلقائية بعطوية ثمان مفيش مشكلة دف الدنيا ماشية الدنيا ماشية شغل تطلع والدنيا ماشية ما كيش مشاكل خالص فيه حسد فيه حسد يحود جايلك اكتش في العلاقة يعني هي عين جاي في العلاقة على خلص حسد شيطان يعني اللي هو بقى يعني احنا بنقول هو ياما اعمال او انه هو حسد شديد طبعا احنا عارفين بقى خلاص الكلمنا في موضوع الحسد ده كتير ازاي نحصن نفسنا ونحصن ازواجنا والعلاقات يعني بتاعتنا شريط بتاعنا من مواضيع الحسد ده طبعا يعني هنا نقص اه بس فيه زوران بعجلة الحظ كمان شو نعلم الدنيا حتبتدي تفق وحيحصل تغير في المصار المصار حيتغير الفكر اكيد المصار حيكون احسن إن احنا ده القلب المجروح او الحزن والقلم ده ان شاء الله حيبه قريب هو مش قريب قوي لسه قدامه فترة شويه لغاية ما ده يحصل لغي ما شريكتك شايفك كده يحوز اشتغل على نفسك ويعني ما تستنىش حاجة من شريكك قوي اعتمد على نفسك انت في المرحلة دي لان هو ما تيش حاجة وصلالك هو مركض في نفسه اصلا ولما بيحاول يقرب منك مش بيوصلق اهو فيعني اعتمد على نفسك في المرحلة دي لان شاء الله العجلة دي بدور اشتركوا في القناة